يقول فجأة كدا يدخل بحارة مظلمة ويختفي اختفاء كامل وياخذ سلاحة ايمن معاه ويطلع من البيت مصر ويسحب سلاحة ايمن وطرام سلام عليكم كلّم السلام الخير جماعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله أول شيء الله يعطيكم العافية شكراً عالكلام الإيجابي والجميل اللي قاعد يعكس الثمر الحسنة الموجودة فيك شكراً لك لانك قاعد تكتب هذا الكلام الجميل في الكومنتات شكرا برضو على الدعم الجبار اللي قاعدين تسوونا من لايكات من اشتراكات ومن الكومنتات اللي تكتبونها هنا او تكتبونها في السناب الجديد حقي وين السناب الجديد هذا وين والله ما توقعت العدد الكبير هذا يجي على السناب المهم يا جمعات الخير ما نبغى نطول عليكم لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وقلنا شوي ونوصل لمليون متابع وصل على اشرف الخلق نبينا محمد عليها افضل الصلاة وتم التسليم يلا خلنا نبدأ في قصة اليوم مثل ما انتم عارفين يا جمعات الخير ان القصص يا تكون محذرة او تكون معلمة القصص شي جميل في هذا الكون انا من قوة هذه القصة وانا قاعد اقراها اقول في نفسي هل من الممكن ان في ناس توصل فيهم مطافات الحياة ان توصلهم لهذه المرحلة هل من الممكن ان في ناس صغار بالعمر يتعبون بحياتهم لهذه المرحلة قصة اليوم من القصص اللي ممكن توديك عالم ثاني ما نبغى نطول عليكم خلونا نبدأ قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع للشخص اسمها أيمن ولكن قبل ما أبدأ بهذه القصة خلوني أعرفكم على عائلة أيمن شوي عائلة أيمن مكونة من ولد وأم وأبو وزيادة على كذا الأب والأم ما عندهم أخوان ولا خوات يعني زي ما تقول مقطوعين من شجرة يعني في ناس يقربون لهم ولكن يقربون لهم من بعيد ولكن أخوان مباشرة ما عندهم نهائيا ما عندهم وأيمن يا جماعة الخير بعمر الأربعة عشر سنة يقول أيمن أدرس في المتوسطة القريبة عندنا عند بيتنا يقول كان عندنا جار جنبنا جدار بجدار يقول الجار هذا من أفضل جيران اللي مروا عليه في حياتي وبرضو أبو أيمن يا جماعة الخير شغال في مكافحة المخدرات أو المتعاطين وأم أيمن تشتغل معلمة في أحد المدارس القريبة اللي عندهم يعني كانت حالتهم المادية متوسطة إلى فوق المتوسطة بشوي يقول في يوم من الأيام يقول أيمن ذاك اليوم أنا طالع من المدرسة إلا حصل ولد قاعد يتطاق عند باب المدرسة وأسمع تقطع الملابس شخ ومدري إيش يقول جيت أفك بينهم إلا هو ولد جارنا إي نعم ولد جارنا اللي ساكن جنبنا جدار بجدار الولد هذا اسمه سالم طبعا سالم يا جماعة الخير شخص يحب المشاكل بشكل كبير يقوله أيمن يقول يوم ما كنا صغار والولد هذا رعي مشاكل كل مهم يا جماعة الخير يقول جيت أفك بينهم إلا يناظر فيني كذا وأنا قاعد أسحبه ما بغى يتطاق مع الشخص اللي قدامه إلا يناظر عليه ويدفل عليه مالك دخل لا تدخل بيني أنا بيني وبينكم خفت يوجد شو وضع ذا وتدخلوا الناس وسحبوهم من بعض وطلعوهم من هذه المشكلة وأنا راجع للبيت وهو قاعد يتوعد والله لوريك والله لوريك خني أشوفك لأمسح بوجهك الأرض وأكسرلك سنونك وبهذلك يقول أنا قاعد أقول في نفسي أنا الآن جاي أفك هذا من مشكلة عشان ما يجيه شيء وقاعد يقول لي الكلام هذا المهم مشت الأيام ومشت الشهور يقول أيمن متعودين على أبوي إنه بعض الأحيان يغيب عن البيت يوم يوم ونص يومين ولكن ما يطول مرة في يوم من الأيام أبوي غاب شوي غاب يومين أو ثلاث أيام قلنا أكيد إنه عنده ظروف عمل يقول رحت المدرسة ذاك اليوم إلا في الحصة الثالثة المرشد الطلاب يطق الباب الفصل ويدخل كانت عندنا ذاك اليوم حصة رياضيات سلم على المدرس كيف حالك المدرس طيب نبغى الطالب لي اسمه أيمن رفعت ليدي وقلت لأنا قال تعال يقولوا أطلع من عنده المدرسة توك 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 وافتح الباب وجيه وامشي وراه قلت له شسال في مدرس هل في شيء أنا مسوي شيء قال لا لا ما في شيء جاه بالي على طول قلت شكل سالم ولد جارنا مسبب مشاكل مع الموجودين المدرسة يبغى يسألني عنه أو في شيء مهم قلت ما في إلا هذه الشيء أوم في أحد بيجي يطلعني من المدرسة يقول شوي إلا قال لي أقعد وأقعد وكان كذا فيها مشروبات ساخنة كذا قدامنا عطاني قال أشرب أشرب واشرب بعدين قلت له شفي يا مدرس في شيء قال لي اسمع يا أيمن اليوم أنا اللي راح أرجعك لبيتكم أبوك اليوم ما راح يجي قل أول ما قال الكلمة هذه حسيت بشعور غريب قلت أنا مدرستي قريبة لما البيت وإذا ما جاء أبوي أنا أروح ماشي يعني كلها 13 دقيقة ماشي ليه قاعد يقول لي الكلام ذا لا يكون في شيء قلت لي يا مدرس هل أبوي في شيء قال لا لا ما في شيء إذا خلصت تعال معاي أنا برجعك بيتكم يقول المشكلة قال لي الكلام هذا وأنا في الحصة الثالثة قعدت تقلب وأبغى أعرف الموضوع وشه حصة الرابعة الحصة الخامسة الحصة السادسة كأنها حرفيا سنوات ما هي حصة دراسية يقول ما هم جاءت الحصة الأخيرة اللي بنطلع فيها وأطلع وقابل المدرس كنت سلمات يا مدرس وش فيه ليه تبغى توديني أقدر نروح ماشي يقول أيمن أنا بين وبينكم خفت من المدرس دا وشي بغى يوديني وبيتنا قريب أكيد في شيء الموضوع مريب قال لي لا لا أركب بوديك يقول فتحت الباب وطرق وحطت شنطتي وطرق وأطلع من مدرسة لين وصلنا عند حارة بيتنا يقول وأنا جايب أدخل عند حارة بيتنا إلا حصل الحارة زحمة بشكل كبير سيارات تيولد شه السالفة وطل كده وقعد أناظر شه السالفة وشه الموضوع وشه صاير إلا حصل زحمة وواصل لين عند باب بيتنا قلت شكل الخبل سالم تطاق مع أحد وسبب مشكلة وجو ذول يبغون يطقونها ولكن عدد السيارات اللي واقفة يمكن 13-14 سيارة وفيه سيارتين مخصصة لمكافحة المخدرات سالله يستر وش صاير يقول وأنا قاعد أمشي قاعد أدعي ربي وأقول يا رب من أهلي ما فيهم شي يا رب من أهلي ما فيهم شي يا رب من أهلي ما فيهم شي يقول مشي تق 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 بين السيارات وأحاول ألف يمين بين السيارات لين الزحمة وجيت بدخل البيت قل لي يمسكني شخص كبير ويحضنني قال لي أنت أيمن قلت لقيه أيمن وصير يبوس راسي ويصيح يا ولد شسالفة وش صاير علمني قل لي وش الموضوع يصير يحضني مرة ثانية ويبوس راسي شوي اللي يسحبني واحد ويحضني ويبوس راسي حسيت بشي غريب صار يجيلي تفكير أقول لا يكون هذا اللي صار لا يكون الشي هذا صار أعوذ بالله وش صاير وش الموضوع قل لي أخفيكم مريت على ما يقارب سبعة وثمانية كل واحد يشوفني اللي يبوس راسي واللي يحضني واللي يبوس يدي حسيت بشي غريب مرة قلت الآن هذولي مين وش جاب هذولي الآن هنا فأبغى الآن أدخل بيتنا ماني قادر من الزحمة اللي موجودة في العمارة يقول ليين قربت عند باب الشقة اللي هي الشقة اللي سكنين فيها حنة وناظري صار كذا اللي يطلع لي العم سعد اللي هو جار نا اللي ولده سالم قال لي تعال أيمن ويدخلني بيته ويسكر الباب بتلوش السالفة يا عم وش صاير يا عم سعد قال اسمع انت الآن رجال كبير ورجال فاهم وعاقل وأقدر أقول لك وش اللي صار ولكن أبغىك تتماسك وتصير قوي شوي يقول أنا كنت في عمر 15 و 14 سنة من قال إني كبير توني صغير ممكن كبير على بعض المشاكل البسيطة ولكن وش السالفة يا عم سعد وش صاير قال لي العم سعد أبوك يا أيمن مات يوم قال مات أنا منصدم كيف مات وش لون مات أبوي تكفي عم سعد وش لون مات أبوي قل لي قال والله ما أدري كيف مات ولكن يقولون حصلوا أبوك ميت وأطلع من عند العم سعد وافتح الباب وروح على طول أدور أمي وأدخل مين يسار وافتح باب الغرفة حقه أمي إلا أحصل أمي قاعدة تصيح ويوم شافتني صاحت زيادة فينا تقلب الهم علي قالت لي أيمن أبوك مات أبوك مات يا أيمن أبوك مات يا أيمن يقول كنت أقول لأمي يا إما تكفين لا تقولين شيء اسكتي لا تقولين شيء ما أبغى أسمع الكلمة هذه كامة أمي تحضنني وقعدنا نصيح على بعض لين ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات مر من الوقت الوقت طويل والكبير يقول كل شوي نهدى ونعود نبكي كل شوي نهدى ونعود نصيح كل ما ذكرنا أبوي الشخص اللي كنت أحبه بشكل كبير الشخص اللي ما هو مقصر معاي في أي شيء الشخص اللي كان لي سند ولا خال ولا عمه ولا خاله ما عندي أي شخص في حياتي أقدر أرتكي عليه وتعكز عليه وأنا توني صغير وصرت أفكر في أمي أكثر مما أفكر في نفسي الآن وش راح أسوي مع أمي كيف أمي راح تعيش كذا ما في رجال عندنا في البيت ما عندنا قائد عظيم داخل البيت مثل أبوي راح أبوي والله يا رحم المهم البيت فقد ركن من أركانه ما راح أقول ركن راح أقول إن البيت طاح كله يقول صرت أواكب الأمور وهدي الأمور وحاول أهدي من أمي عشان ما يصير فيها أي شي وصارت أمي تحس بالأي شي موجود داخل البيت يقول مرت الساعات البسيطة اللي كان قاعد فيها أنا وأمي وجت لحظة الصلاة على أبوي يقول ورحت وصليت عليه ودفنت أبوي في أحد المقابر القريبة يوم كنت صلي على أبوي المسجد مليان بشكل فضيع فعرفت إن أبوي له معزة كبيرة عند الناس مرت الساعات البسيطة اللي بعد الصلاة وتوجهنا لبيتنا عشان يكون فيه العزة صارت الناس تجي تسلم علي وجنبي جارنا العم سعد كان في ذاك الوقت شايل عبء كبير علي من تنظيم العزة ومن العشة داخل العزة شايل كل شي ما بقى ولا شيء إلا سواه ساعدنا في ذيك الأيام بشكل كبير يقول خلص اليوم الأول والزحمة كانت عامة في المكان واليوم الثاني واليوم الثالث من العزة وراحوا الناس اللي كانوا يجون كل يوم يسلمون علي ويسلوني بعض الأحيان الناس اللي بعض الأحيان يجون يغيرون الجو علي يقول جت الأيام اللي نقعد فيها أنا وأمي لحالنا كنت سولف مع أمي كنت أبغى أعرف سبب وفاة أبوي وش يا إمه يا إمه علميني أبوي كيف مات قالت والله يا أيمن إني ما أدري كيف مات قالوا لي إن مات في أحد المهام قلت لها زين وش المهام وش صار كنت أبغى أعرف أحداث أبوي كيف ما قالت أمي إذا أنت بغى تعرفه صامل هذا جوال أبوك وفي كل المعلومات اللي تقدر تتصل فيها على أخويا وراح يعلمونك وش سبب وفاة أبوك الله يغفر له ويرحمه يقول واخذ الجوال وقلبه لينا حصل لي اسم شخص مسؤول معاه في الدوام وطيط واتصل عليه طوطوط اللي يرد كان وهو قاعد يرد ساكت ما يبغى يتكلم قلت له السلام عليكم عرف أني ولد صغير في عمر الأربعة عشر سنة وأنا أوهو أيمن ولد خوية يقول أول ما اتصلت عليه إلا الرجال قاعد يبكي قلت له لو سمحت عادي تهدى شوي وتكلمني أنا أيمن اللي أبوي مات في الدوام معك تقدر تعلمني أبوي كيف مات يقول إلا يصير الرجال يبكي أبغى أعرف الموضوع الرجال قاعد يبكي تكفى ساعدني أبوي كيف مات ويش صار عليه تعال لي أيمن بعدين أكلم كأبوي مع السلامة ويقفل طيط يقول كنت أقول في نفسي أنا وش راح أسوي الآن بين مشاكل بيت وبين أمور مدرسة ألا وقف الدراسة وأهتم في أمي وأصير أوصلها لمدرستها وأرجحها أو إني أكمل دراسة صرت أقول لأمي ذا الكلام قالت أمي لا يولدي أدرس لا تترك الدراسة وأنا كنت أمصمل أني أنا أبغى ترك الدراسة يقول كنت بين معمعة أمي وكلامها لي أني لازم أكمل دراستي وهذه سنة الحياة وبين كلامي وكلام نفسي والتعب الداخلي اللي قاعد أحس فيه قلت راح أستشير شخص والشخص هذا أراه مثابة أبوي اللي هو العمسعد ورح عند العمسعد وأطق عليه الباب طاق 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 السلام عليكم عمسعد كيف حالك طيب عمسعد أنا ودي أستشيرك بشي عمسعد أنا بين دراسة وضغوطات بيت وأهل وش تنصحني أسوي يا عمسعد قليتي بيتترك الدراسة قال يا أخي أبغى أهتم بأمي وأوديها وأجيبها قال لي العمسعد أنت تدرس وأنا أودي أهلك ورجعهم إذا تتكلم عن أمك تهي أختي إذا تتكلم عن بيتكم تهي بيتي وإنت تتكلم عن أبوك الراحل فأنا أبوك الموجود لا تشيل هم نهائيا يا أيمن لا تشيل هم يا أبوي وبكرة أنا أشتري سيارة لك والسيارة هذه تكون جديدة تروح عليها لمدرسة وترجع ولكن أنا أقول فراسي ولده ما شرى لسيارة يبغي يشتري لي أنا سيارة شلون ولده شخص ما يدانيني كيف هذا الأب رح يقدر يساعدني ولده يكرهني يكرهني كر فضيع عظيم قلت له يا عمسعد لا تشغل نفسك ولكن أبغى منك خدمة بسيطة إنك إذا وديت زوجة كل عمل أبغىك تودي أمي أول شيء الدوام بعد تودي زوجة في المغادرة نفس الشي قال بشر عيني هذه قبل عيني هذه وراح طاير مستانس الأمة قال يا أمة ترى العمسعد رح يودينا كل يوم العجلين هم خلاصه رح يودينا ويجيبنا يقول أمي فراحت صارت تدعي للعمسعد الله يسعدها ويوفقها وين ما راح وين ما جاء طبعا العمسعد يا جماعة الخير يقول شخص أكبر من أبوي يمكن بأربعة عشر سنة يقول أبوي كان في عمره ستة وثلاثين العمسعد ممكن في ستة وخمسين سبعة وخمسين سنة والله أكثر من ثلاثة واربعة عشر سنة يقول كان شخص كبير يقول ولكن واضح عليه أنه محافظ على نفسه ومهتم في نفسه شخص رزين عاقل متفهم لظروف الحياة يقول للمهم صرنا على هذا الموال لحمسعد ياخذ أمي وديها وأنا أروح للمدرسة وأدرس وأرجع وعلى هذه الطريقة لين استمرت الحياة ما يقارب ثلاث سنوات وجاني هاجس معرفة أبوي كيف مات والسبب موتها يقول جاني هذا التفكير بعمر السبعة عشر سبعة عشر ونص قبل خروجي مرحلة الثنوي يقول وروح أتذكر جوال أبوي القديم وأشغله وأشوف صورة جوال أبوي في الخلفية وأدعي له كل يوم أن ربي يرحمه ويغفر له يقول له أأخذ الجوال وطيت طيت طيت وأتصل أول ما اتصلت اللي يرن الخط طيت طيت ويرد عليه شخص مختلف وشخص ما هو عربي كلام العربي مكسر شوي عرفت أن رقم خوي أبوي تغير لازم أبحث عن شخص ثاني يساعدني في معرفة كيف مات أبوي صرت أبحث في الأرقام عن شخص يساعدني وحصلت أسماء ما أعرف منهم أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان أسماء ناس ما أعرفهم لين حصلت اسم شخص ثاني برضو البايل لي إنه زميل أبوي في الدوام وأتصل عليه طيت طيت السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طيب الحمد لله من معي قال أنا أيمن ولد خويك اللي مات في الدوام قبل سنتين ونص قول رجال هذا قصعق أول ما سمع هذا الكلام قال أهلنا أيمن كيف حالك طيب قلت والله يا عم الحمد لله بخير قلت لي يا عم أنا عندي سؤال محيرني من بعد وفاة أبوي أبوي كيف مات وش سبب وفاته اللي شوي قال لي قال أبوك الله يرحمه كان رجال طيب الكل يذكره بالخير شخص محترم خلوق متأدب شخص من النخبة اللي كانوا معنا ولكن إذا أنت صامل تبغى تعرف سبب وفاة أبوك خلني أقابلك وأعلمك بكل شي حدد لي المكان والزمان اللي راح نتقابل فيه ولي راح أقابل فيه الشخص هذا وراح أعرف وش سبب وفاة أبوي واخذ أغراضي واتجه على طول البيتة وقفت عند باب بيتة وكنت أسوق سيارة أبوي القديمة واتصلت عليه وقلت لي يا عم أنا عند الباب قال عشر دقائق وراح أجيك وحرفيا صدق بعد مرور ما يقارب ستة وسبع دقائق إلا الباب حق البيت ينفتح ويطلع شخص الواضح إنه في عمر أبوي شافني وسلم عليه قال لي كيف حالك يا أيمن طيب قلت والله الحمد لله بخير يا عم قال لي عرفتني ولا ما عرفتني قلت له والله يا عم إني ناسي قال أنا اللي جيتكم في أول يوم من العزة وسلمت عليك وكنت قاعد جنبك قلت له والله يا عم عذرني ما كنت مركز وكنت أصلا منصدم من موتة أبوي قال لي كذا بالنبرة هذه إيه أبوك أبوك الله يرحمه كان الرجل والرجال وقليله الله يرحمه ويغفر له وإن شاء الله تطلع أخير من أبوك دخلت معاه البيت وقعدنا في مجلس قلت له يا عم وش السالفة وكيف مات أبوي قال لي اسمعني رح أقول لك الآن قصة أبوك وأنا الشخص اللي كنت مرافق مع أبوك يقول الشخص هذا يقول أنا في يوم من الأيام جتنا مهمة والمهمة هذه كانت على طريق بري وقاله من رح يمسك المهمة رفعت يدي وأبوك رفع يده قلنا احنا اللي رح نمسك هذه المهمة قاله أم فيه شخص قاطع الحدود ومعاه كمية كبيرة من المخدرات والمخدرات هذه خطيرة مرة قلنا خلاص احنا رح نكون المراقبين له يقول المهم ركبنا السيارة حق العمل شغلنا السيارة وطلعنا بالسيارة واتجهنا لهذا المكان اللي يبعد ما يقارب 80 أو 90 كيلو قال أبوك خلنوقف على الطريق على اليمين ننتظر لين تمر السيارة ونلحقها فقلت لها أبد يا ابو أيمن شورك وهداية الله المهم بعد مرور ما يقارب 40 دقيقة إلا مرت السيارة اللي كان عليها التحميم ونبغى نراقبها لين توقف في المكان المحدد له ونقبض عليه ونقبض على اللي عنده ولكن احنا على الطريق بس مخليننا مراقبين فقط قال لي المهم أبوك أول ما مر من عندنا شغل السيارة وطلع وراها شوي شوي وصرنا نلاحقه ونراقب تحركاته يقول بعد مرور 8 أو 9 دقايق الشخص هذا دخل في محطة بنزيم ودخلنا معاه للمحطة هذه يقول المشكلة أن كان الطريق البري هذا بدون إنارة ولكن إنارة محطة البنزيم هي لكشفت أن احنا رجال من مكافحة المخدرات قال أول ما دخلنا المحطة فيه كبوس بيضة الكبار هذه قاعدة تنور المكان وطلعت أشكال نباينة داخل السيارة ولكن قلنا في البداية يمكننا منتبه وقفنا وراه وكان يعبي بنزيم وإحنا في القسم الثاني على اليسار ورا شوي وبرضو عبينا بنزيم ولكن كانت سيارتنا مليانة شوي كانت عدد اللترات اللي قاعدة تمشي ما يقارب 12 لتر يعني شي بسيط مرة بعكس الرجال اللي موقف يعبي بنزيم بالأصل اللي هو المهرب يقول في انتبه لنا عن طريق لترات البنزيم والأنوار اللي في المحطة انتبه أنه إحنا قاعدين انطاردة يقول نزل من السيارة بعد ما انتبه وسحب لي البنزيم وقفل على حق البنزيم ومشى أفكان مستعجل يقول في قلت لأبوك وش رايك نلحقه ولا نصبر شوي يا لأبوك لا نصبر شوي خلى يروح عشان يعتقد أنه هو أصلا شك بنفسه وأن إحنا مننا قاعدين انطاردة يقول إلا صدق طلع من المحطة مسرع وإحنا قاعدين في المحطة يقول ومشينا شوي ولبقنا على مين وهو قاعد يشوفنا مع المراية وقفنا عند محل يبيع مشروبات هناك يقول له طالع بسرعة ومتعدين يقول الطريق ذاك كان طريق بري ومظلم مرة مظلم لأبعد درجة يقول طلعنا من المحطة وصرنا نمشي بعد ما تعدانا ما يقارب تسعة وعشر دقايق يقول فجأة وإحنا نمشي على السيارة وأبوك يسوق نلتفت يمين إلا فيه نور السيارة اللي كانت في المحطة وكنا نراقبها دخل على طريق بري يعني طلع من الطريق المزفلة ودخل على طريق بري قال لي أبوك نلحقه ويلفي مين على الطريق البر وينزل وتسمع صوت الحصو دف 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 ونلحقه نلحقه عرف أنه إحنا قاعدين نطاردها الآن كام أبوك رفع بلاغ أن الرجال كشفنا لازم الآن نلقي القبض عليه بالطريقة الإجبارية وصرنا نمشي وراه وهو يلفي مين يساري مين يسار لين طلع على طريق ثاني الطريق هذا معبد تقدر تمشي عليه السيارات يقول لفجأة وإحنا على الطريق المعبد هذا إلا المهرب هذا أذره ديور ورجع لنا مرة ثانية وطف النور وجاء مسرع يبغى يصدم فينا يقول قبل ما يوصل شغل النور وانتبهنا له يقول واللف مين يصدم جنب السيارة من على جنب ولكن ما انقلبك وكان يمدينا ننحاش يقول فجأة أبوك سحب السلاح اللي معه وطلعه من الدرج وفتح الباب ونزل بسرعة يبغى يطلق عليه يقول أول ما نزل من السيارة إلا أسمع صوت تره 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 واحدة من ذي الرصاصات كانت في ساق أبوك إلا أسمع أبوك يصرخ قلت أنا أني راح أشيل أبوك وركبه جوه السيارة وننحاش وقلت نطلقه في ساقه وما راح يجي شي وصدقه وحاول أشيل أبوك أشيله ودخله في السيارة وراء والشخص هذا المتعاطي كان ما يهم شيء عادي يذبحنا يقول وحاول أسحب أبوك أسحبه وركب على المرتفل وراء وطرق وقفل الباب وأنحاش بالسيارة يقول وأنحاش وهو يلحق وراي يقول أنا راجع ضيعت الطريق اللي راح أطلع عليه وأرفع الجهاز الندى ترد يا أقرب جهاز يا أقرب جهاز أنا موجود في المنطقة البرية وخويه مصاب أتمنى اللي قاعد يسمعني داخل هذا التردد يجيني الآن يقول لا يرفع الجهاز شخصه يقول ترد ويقول لنا والله لاذبحكم كلكم وخليكم وذيقون الموت بطريقة ما قد شفتوها يقول طبعا إحنا ما خفنا لنم تعودين على الأمور هذه يقول زين إن السيارة كانت مليانة بانزيم يقول وأرفع الجهاز مرة ثانية ترد وارد عليه وأقول له بإذن الله نحنا نقدر عليك وبإذن الله راح تنصاد ونطرحك وأذكرك بكلامي هذا يقول فجأة الرجال هذا ما عد تكلم يقول إلا يشبك الجهاز حق السيارة مع أجهزة سيارات الشرطة الثانية وحددنا لهم المكان اللي إحنا فيه فجأة جونا وخذوا أبوك وودوها المستشفى بطريق المستشفى أبوك قال لنا عيالي لا يدرون عن أي شيء ولا تقولون إن أنا مصاب في ساكي ونطلع ونروح للمستشفى صارت الرصاصة اللي في رجل أبوك ما ضربت العظم كلت من اللحم بس كذا جزئية بسيطة قالوا خلاص يقدر يطلع عايدي يلف على رجله ويطلع استرسنا إن الموضوع بسيط وطلع أبوك ولا يبغى يرجع البيت لأن صحته كانت ممتازة ولا يبغاكم تشوفون الجروح اللي في رجله يقول طبعا هذا الكلام كله صار في اليوم الأول يقول بعد مرور ما يقارب خمسة أو أربع ساعات إلا يجينا بلاغ جديد إن فيه شخص مقتول والشخص هذا فيه بيت مهجور في منطقة نائية والمنطقة هذه ما تبعد عنه ما يقارب إلا ثمانية كيلو طبعا أبوك قالوا الرجله ما فيه شيء فيقدر يكملوا أمورها زينة يقول رحنا نباشر المنطقة النائية هذه ونشوف من الشخص المقتول يقول دائما إذا كانت فيه مشاكل زي كذا يطلعون ناس من كل جهة ناس مختصين في المخدرات وناس مختصين في الأدلة الجنائية عشان يسوون تحليل كامل عن الموضوع هذا يقول رحنا ووقفنا ودخلنا البيت الناظر إلا صدق فيه شخص مقتول ولكن سبب موته ما كان خنق بعد التحليل صار سبب موته جرعة زائدة من المخدرات يقول جوا حقين البصمات وحللوا كل شيء وخذوا بصماتها يقول لاحظنا في المنطقة النائية هذه إن فيها ريحة غريبة ولصاد الريحة هذه ما شاء الله عليها بوك شم ريحة قال فيه ريحة مواد مسكرة والمنطقة هذه ما هي منطقة نظيفة لازم نراقب المنطقة هذه ونمشطها بشكل كويس ونعرف وش اللي فيها وش اللي ما هي فيها يقول والله وذاك اليوم نستلم ذيك المنطقة استلام ونجيب لجنة كاملة يفتشون كل الأماكن يقول في لحظة التفتيش يقول حصلنا السيارة اللي بغت تقتلنا عطريق سيارة التحريب يقول انتبهنا لها وهم ما انتبهوا لنا يقول في قررنا انحنا نسوي خطة وندخل عليهم ونمسكهم يقول في رفعنا بلاغ ننتظر القبول انهم يقبلون ان احنا ندخل عليهم ونداهمهم يقول ورفعنا البلاغ وجاءنا قبول ان احنا نداهم هذه المنطقة يقول وندخل عليهم ونداهمهم يقول والشخص اللي كان راكب السيارة مسكناه يقول الرجال اول ما مسكنا الشخص هذا قلت لها مو انا قايل لك ان احنا راح نمسكك يقول سكت وما قال شي وخذنا وركبنا سياراتنا وخذنا اخوياه اللي معاهم يقول طلعنا انا وابوك وشخصين ورا من المهربين هذولي بالروح نسلمهم للقسم يقول طلعنا من ذيك المنطقة بنطلع الطريق العام يقول تون بنطلع من ذاك الطريق اللي تيجي سيارة مسرعة مسرعة مرة مرة وتصدم سيارتنا وتقلبها يقول في البداية كانت امورنا زينا وما فينا شيء ولكن شوية عدة كدمات وطقت روسنا في القزاز يقول لأبوك دف الباب طيط ويطلع يقول اول ما طلع اللي الشخص هذا اللي اصدمنا معاه رشاش الرشاش هذا مركب عليه الكاتم يقول لا اسمع تخدر وينثر أبوك نثر يقول اللي يطلق على أبوك عدة طلقات في صدرها جتها يمكن ثلاث طلقات اللي أبوك يطيح من فوق ويدخل في السيارة قال طيب من اللي يذبح أبوي مسكتوه قال لا والله ما قدرنا نمسكه ولكن اللي واضح لنا أن عمره ما هو كبير عمره الآن في الوقت الحالي هذا يوصل الثنين وعشرين أو الثلاثة وعشرين سنة قال طيب المجرم اللي وراء ويصار عليه قال المجرم اللي وراء الحد الآن في السجن قال يا عمتك فأبغى أزوره وأبغى ألقي عليه نظرة قال ما تقدر تزوره يا ولدي ولكن أبوك مات موتت بطل ما مات موتت جبان قال فهذه قصة أبوك من البداية للنهاية يقول أيمن قلت الله يعطيك ألف عافية يا عم وشكرا لك على وقتك اللي عطيتني إياه والله يرحم أبوي ويغفر له يقول وأطلع من البيت ذاك اليوم جتني طاقة جتني قوة إني لازم أرد الانتقام اللي صار في أبوي يقول جاني إلهام إني أنا لازم أشتغل نفس شغل أبوي وأصير أفضل وأقوى من أبوي ودافع عن أرض الوطن يقول أنا أصلا كنت في ثالث ثنوي وعلى مشارف تخرج يقول وصرت أدرس أبغى أجيب درجات عليا عشان أصير بعدين شخص يشتغل في مكافحة المخدرات يقول استقرت حالتنا وأمورنا زينا بعد مرور يا جماعة الخير ما يقارب خمس أو ست سنوات أيمن حقق حلمه ويشتغل في مكافحة المخدرات والانتقام اللي زرع في راسه حد الآن ما راح وأول شيء يقول لأيمن يقول أبغى أشوف الشخص اللي مسكوه وكان معهم ورا في السيارة راح أسأله من اللي قتل أبوي وراح أعرف منه وبإذن الله إني أمسكه أيمن يشتغل على نفسه لين توظف في قسم مكافحة المخدرات بعد مرور ما يقارب ثلاث أو أربع سنوات توظف معهم وصار يشتغل معهم وصار مسؤول على المنطقة اللي هو ساكن فيها يقول أيمن في يوم من الأيام جت قضية قضية هذه أغرب قضية مرت عليه يقول جانا بلاغ سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك طيب الحمد لله بخير قال في شخص يمارس تهريب المخدرات عندنا في الحارة وعطاني كامل التفاصيل عنه والمكان والوقت اللي راح تصير فيه كل شي قلتنا زينا الله يعطيك ألف عافية ويقولوا رحت للمكان المطلوب وحصل صدق فيه شخص كان يمارس بيعت المخدرات ولكن كان يبيع أشياء بسيطة فالقينا القبض عليه كان وضع طبيعي مرة فأخذنا ورحنا سلمناه للسجن طبعا في لحظة تسليمنا للسجن هزب يكون معاك عسكريين يدخلون للمكان المخصص للسجن فقلت لهم أنا اللي راح أوصله عشان أبغى أشوف عشان أبغى أشوف الشخص اللي كان أبوي معتقله في المكان القديم هذلك لأن زيارتي للسجن بدون ما ألقي القبض أو عندي هدف أني أسويه لهم ممنوع أني أدخل أقابل أحد المساجين فهذا الشخص اللي مسكته شفع لي أني أصل للشخص ذلك وأمسكه ووقف عند بوبة السجن ويفتحوا لي الباب دودودودوب وأدخل رحنا سلمناه وخلوه يكتب على أوراق وسجلوا التهم اللي عليه في جاف بالي أني أشوف هذاك الشخص فسألت أحد الناس الموظفين هناك اللي أعرفه قلت له فيه شخص وعطيته اسمه قال لي نعم رح تحصله في السجن الأخير هذلك واروح لين باب السجن حقه وناظرة قلت له كيف حالك طيب قال لي الحمد لله بخير قلت له كم صار لك في السجن قال لي أوه صار لي ممكن خمسة أو ست سنوات طبعا ما بغى أقول له أن أبوي أهلي ماسكه قلت له الله يكون في عونك قلت له قرب شو يبغى أسولف معك قلت له يجي ويقرب لمي قال أهلا يقول لها حتى من رجال أن الرجال كويس وضعه زين قلت له أنت لحد الآن تتعاطى قال لي لا يا رجال وقفت التعاطي من زمان والله يأخذ اللي طرحني في هذا الطريق قلت بس هذه نقطة تخليني أعرف من الشخص اللي قتل أبوي وقام يسولف يقول والله العظيم إني متحسف أني كنت في هذاك الطريق وقال كلمة تهربتني شوي قال الله يرحم الشخص اللي يقبض عليه ودخلني للسجن عشان أتعلم يقول شوي جت الدموع في عيني وذكرت أبوي الله يرحمه قلت له يا والله الله يرحمه يا رب قلت له منه أهو قال والله ما أعرف منه ولكن يقولون أن اسمه أبو أيمن قلت له اين عم معاك أيمن ولده يقول يوم قلت له معاك أيمن ولده إلا الرجال أنصدم أنت ولد أبو أيمن قال أسألك بالله أنت ولد أبو أيمن قال قرب شوي يوم قربت إلا سبحان اللهم غير الأحوال الشخص اللي كان بيذبح أبوي ويقتله قام وباس على راسي قال الله يرحم من رباك أبوك له فضل علي ما أنساه ليوم الدين والله العظيم موته أبوك والله ما لي سبب فيها قلت له أسمع بس ألك سؤال من اللي يذبح أبوي تعرفه صار يحلف لي ويقول أنا ما أعرف لي قتل أبوك ولكن لي قتل أبوك هو الشخص يدير المنطقة كاملة في توزيع المخدرات يعني تعرفه للا والله أني ما أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء يقول الشخص هذا يلقبونا بالشبح من قوة أنه يسمونا الشبح اسم على مسمة يقول كان يراقبنا ويراقب تحركاتنا ويراقب كل شيء بدون ما ندري وينه قلت له شلون كذا قال شيف أنا الرجال تايب الآن لو أقدر أساعدك والله العظيم لا أساعدك ولكن ما أعرف عنه أي شيء قلت له طيب وش الموقف اللي صار معاك وخلاك تقول عنه صد أنه اسم على مسمة قال لي اسمعني في مرة من المرات أنا كنت ما أبغى أشتغل معه وصار يهددني ويعرف جميع تحركاتي من عند البيت ومذنما تعرف المنطقة هذه منطقة صغيرة ولكن مو معناها أنه يعرف كل تحركاتنا قلت له أيوة وش صار يقول في يوم الأيام قلت خلاص هذا ما رح أشتغل معه كتب ورقة وخلاها على سيارتي يوم صحينا الصبح اللي حصل هذه الورقة قلت هذا كيف عرف بيتي وشلون حدد المكان اللي ساكن فيه أنا وعائلتي فينا عيقنت وصرت أخاف مرة والشي الثاني قد سويت معاه اتصال بسيط كان يذكر فيه ملامح وجهي ويعرف تفاصيل وجهي زين استغربت منه والأدهى من هذا ما يسمح لأي شخص يقابله كان من كان قلت له طيب يوم ذبح أبوي كيف عرفت أنه هو الشبح ولي قعد تقولها وكأنك واثق كأنك تعرفه وأن تقول ما قد قابلته قال لأني أنا أعرف سيارته والسيارة هذه ما يعرفها إلا أربعة أو خمسة أشخاص وأنا من الناس اللي أعرفها كان لحظة لحظة في شي غريب يعني أهو يوم كان يبغى يصدمكم كان يبغى ينقذك ولا يقتلك قال للأسف كان يبغى يقتلني ولكن الحمد لله أني أنا الآن حي قال أيمن أوكي الله يعطيك ألف عافية ومشها ولكن جاء في راسه قال من ذلك اللي يلقبونا بالشبح وصدق هل هو اسم على مسمى هل هو صدقي هرب ولا أحد يدري عنه يقول خدت نفسي وطلعت من هذا المكان ورحت لدوامي سلمت أغراضي وسلمت كل شيء ورجعت لبيتي أرتاح عند أمي وصلت أسؤال في الأمي عن الأشياء اللي تصير لي في الدوام ولكن ما قلت لها أني قابلت الشخص اللي كان في سيارة أبوي يوم يموت وبرضه كانت أمي تقول لي وش رايك يا أيمن نزوجك وكنت رافض الزواج نهائيا بسبب أني أبغى أخدم أمي ما أبغى الأحد ما أبغى الأحد على أمي منه وأنا اللي راح أخدمها طول حياتي لين ما أموت المهم مرت الأيام والشهور وجانا بلاغ والبلاغ هذا شدني مرة طلبونا باجتماع حوالي ممكن 19 أو 18 شخص ومجمعين ناس من كل مكان فيه شخص مطلوب وخطير مرة فيه تهريب المخدرات قالوا لنا هذا لازم نقبض عليه باللهيبة لأنه بهذلنا ودمر عيالنا قال طيب وش سالفته وش وضعه قال هذا الله يسلمك شخص موجود عندنا في المنطقة وله فترة طويلة نبغى نقبض عليه والكلمة اللي شدتني وقالها لي قال المشكلة أن عمره الآن في 26 أو 27 سنة وهو يمارس هذه المهنة من 7 سنوات راحت يقول في حطيت في راسي وأي قنت من كلام خوي أبوي اللي كان معاه في السيارة إن شكله هذا هو الشخص اللي قتل أبوي قلت له أيوة كمل قال زيادة على كذا يوزع المخدرات بطرق قريبة قلت له كيف قال ما أدري يجون يستلمون مننا البضاعة من أماكن مختلفة عجزنا نمسكها تعبنا نبغى نمسكها ما قدرنا قال كيف من طرق مختلفة قال ولكن ما ندري ولكن كان يخبي المخدرات في أماكن متعددة يقول خاص تحصل بضاعة كناك راح خذها ووصلها والفلوس كذلك يقول حطها في مكان وبجي آخذها وما كان يخاف يعني أنك أنت مهرب وتطلع الشارع وما تخاف أنت شيء قوي يقول جاه في بالي الرجال اللي في السجن اللي كان مع أبوي ورا في السيارة كلمت الرئيس حقي وقلت له قلت له اسمعي أبو فلان أبغى أطلع للسجن ذاك بس تجهب شخص ممكن يفيدنا قال منه الشخص وقلت له السلفة كاملة قال خلاص إذا بتروح خذ معاك شخص ثاني أتوقع أنه كان خايف أني أنا أسوي له شيء ما يدري أني أنا مقابلة من قبل وعطاني ورقة إذن أني أروح للسجن أشوفها وادخل عليه قلت له كيف حالك طيب الحمد لله قلت له بسألك سؤال واحد بس وبمشي الشخص اللي كان يوزع لكم المخدرات وخليكم تبعونها وين كان يحطها لكم فيه قال شف أنا استلمت منه ما يقارب 20 باعة 25 باعة يقول كل 25 باعة فأماكن مختلفة قلت بس هذا الشخص اللي نبغاه وبنقبض عليه بإذن الله قلت له بس خلاص الله يعطيك هالف عافية ورجعت الرئيسي وأكدت للشي هذا وقلت له أني أنا متحمس أني أنا أمسكه لأن بيني وبينه دين قديم أبغى أمسكه عشان أرتاح رئيسي يالله يعطيه ألف عافية قال خلاص تمام أصلا أنت موجود معنا رح تكون معنا وتساعدنا قلت له خلاص تم شو يجتمعه وكل واحد قاعد يعطي راية قالوا ش تتوقعون كيف يهرب المخدرات وشلونها يقول كان اللي يقول أنه يحطها في مكان ويروح واللي يقول شكله يوصي ناس يحطونها أو يوصي ناس يوصون ناس يحطونها عشان يضيعون من أهو يقول أصلا الناس اللي قبضنا عليهم في الأون الأخيرة تلهم كانوا يستخدمون منه ولكن ما ندري وين مكانه يقول قلت له ما اسمعوا وش رأيكم؟ الراقب الأماكن اللي كان يحط فيها الأغراض ونشوف من اللي يمر مع ذيك الأماكن ممكن يطلع لنا طرف علم كذا يقول والله حددوا يوم يقول والله حددوا يوم وانتشرنا في الأماكن اللي كان يبيع فيها أغراض ويبيع فيها المواد الممنوعة هذه يقول قعدنا الراقب الراقب ما فيه أي تحركات مختلفة ولا فيه أي شي يشد ومع هذا عمليات البيع داخل المدينة هذه مستمرة يقول اقترحت اقتراح قلت الناس اللي يمسكوهم في آخر شهرين نبغى نحقق معهم شوي ونعرف وش وضعهم يقول لاحظنا نمسكنا اللي في آخر شهرين عددهم يقارب تسعة أشخاص فعطيناهم أوراق وقلنا اللي يعرف شخص أو تلميحات عن الشخص اللي يبيعهم أتمنى يسجلها في الورقة وبإذن الله أن احنا راح نخفض عليه العقوبة إذا ساعدنا في القبض عليه يقول وزعنا الأوراق ذي كلها عليهم وصاروا يعبون يملون كل واحد يقول تفاصيل يقول ولكن بين التسعة أوراق فيه ورقة شدثني كان لنا ثاني يقول الشخص هذا أنه أتوقع أنه قد شافة وأن هذا اللي هو المهرب الشبح شخص صغير في العمر يقول هنا تأكدت أنه صدق شكله شافة وأنه شخص قصير ماه طويل وأنه شخص برضو أحدى بالظهر وكان قاعد يكتب تفاصيل كثيرة عنه كنت هذا شكله يعرفه أو أنه قاعد يعطينا شخصية غريبة ممكن يتخيلها من سبب التعاطي وصار يسجل معلومات يمين ويسار ولكن كتب شي مهم قال لي أن الشخص هذا يلبس فنيلة لونها أزرق يقول فنيلة هذه وسيعة مرة وما هي جديدة حطيت كذا خط تحت النقطة هذه أنه ممكن يكون الشخص هذا يلبس تشيرة أزرق وهو الشبح ولكن من راح أسأل راح أسأل الشخص اللي كان مع أبوي في العمل يوم طلق عليهم الرشاش هذاك وذبح أبوي أبغى أشوف ذاك الشخص وش لابس يقول والله وأطلع الجوال واتصل عليه هلو والله كيف حالك طيب وال والله الحمد لله سمام ريمن قلتنا بسألك سؤال كذا سريع قلتنا بالبداية أنه عندنا مهمة وبسألك سؤال سريع مرة الشخص اللي قتل أبوي تتذكره شكان لابس؟ قال وشكان لابس وشكان لابس بالله ما أعدري ولكن أتوقع قلتنا لابس في نيلة زرقة يقول يوم قال كذا ويجيني تحرب ويمرة قلت بما أن هذا قال لي في نيلة زرقة والشخص اللي في السجن قال لي أنه برضو أنه شبح ويتخفى والشخص اللي كتب الأدلة بيده من المتهمين قال لنا يلبس أزرق قلت صدق شكل هذا الشخص قدل محا قل جبوا لي الشخص هذا حقق معه يقول جبته وقعدته معاه وقلت له هلو والله كيف حالك طيب قال لي والله الحمد لله بخير قلت له ها كيف حرفتنا لابس تشير تازرق أو في نيلة زرقة يقول لني إذا كل يوم كنت طالع من بيتنا إلا حصلت أحط الأغراض في صندوق سيارتي وكان راسي لي بعدها ويمكن بساعتين بعدما حطت الأغراض قال ترى الأغراض في صندوق سيارة جقول سيارتي كانت بيكب هذي اللي فيها صندوق قلت له طيب كيف شكلها بالضبط شتتذكر قال شيف اللي أتذكره وإنها شخص كان أسمر ونحيفو فيه نفس التفاصيل اللي يكتبها يلا خلاص زينا الله يعطيك هالف عافية وقال لو جاء تخفيف عقاب راح يكون لك انت لنك ساعدتنا شكرا لك يقول قلت السالفة هذي الرئيسي الرئيسي قرر ان احنا نسوي فرقة كبيرة من دمجة مع الناس اللي يكونون شغالين في الشرطة ولكن بشكل سري ان نزرع ناس في اماكن مختلفة ونعطيهم التفاصيل هذي يقولوا زرعنا في منطقة يمين ومنطقة يسار وفي النص يقول ما بقينا حارة ما زرعنا فيها شي ذا قل درجة اننا طالبين ناس كثير جبنا ناس من بره المدينة ما يعرفون شي في المدينة ووظفناهم معنا عشان يشتغلون وعطيناهم كامل التفاصيل عن الشخص هذا قلنا ان احنا راح نسوي بحث بسيط واذا حصلنا نفس الشخص هذا زين على زين يقول ايمن اصلا في شي شدني قلت اش معنى ما يلبس الا فنيلة زرقة لي ما يلبس حمراء لي ما يلبس سوداف ورجال غني بما انه قاعد يبيع وكي شي قاعد ياخذه فاكيد انه عنده شي يلبسها ليه تميز بالفنيلة الزرقة خالوا يقولون ان فنيلته شوي وسيعه يقول انا ما بين مشكك وبين متأكد يقول ما ام جونا ناس من بره المدينة وزرعناهم عندنا في مدينة حقتنا صاروا يبحثون يبحثون بعد مرور اربع وخمس ايام الا في شخص ارسلنا رسالة قال اتوقع اني حصلت المقصود يقول اول ما قالها وافزع من فراشي واروح للدوام يقول اشغل سيارة واروح على طول الدوام اش السالف واش صارر واش الموضوع يقول اننا حصلنا واحد يبعد عننا ما يقارب 2 كيلو او 1 كيلو ونص يريب مرة والمدينة صغيرة ترى مرة صغيرة يعني في اخر مدينة يعرف اللي في اول مدينة يقول رحنا وزرعنا نفسنا في المكان هذاك وصرنا الراقب وننتظر الشخص هذا ابو فنيلة زرقة يقول فجأة اللي يمر جنبنا شخص نفس المواصفات المكتوبة قصير ظهره منحني نحيف فتني لو سيعة لبسه شوي متقطع شدني وناديه قال لي يوم ناديته ويرفعه قل هلا انا تبوني انا قلنا ايه تعال هلا والله قلت له اش اسمك يقول حتى وانا اقول له اش اسمي يرد بسرعة انا اسمي كذا قلت له هذا وضع مبطبيعي لانه متعاطي لانه في شيء يقول لي شوي اللي يقول لي لجنبي قال يا رجال ترى ذا مجنون هذا مجنون معروف عندنا في الحي ما تعرفه قلت له والله ما عرفه حسني اول مرة اشوفه ما قد انتبهت له قال لي يا رجال دا مجنون يا رجال خليه يروح قال لي لا ما رح خليه يروح لازم نشوفه اش وضعه يقول هذا معروف من زمان انه مجنون عارفه من 15-16-17 سنة انه شخص مختل عقليا وعقله ضاربه يعني وهوملس يعني مشرد ينام في الشوارع وحالته حاله قلت له ما رح اخليه يقول واركبه معاي في الدورية يقول وانا راكب قاعد يسوي حركات غريبة وورا لا 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 ويرقص وحالته حاله ويطق القزاز ويقول ما ادو الناس شوفوني انا في الشرطة يقول شوي يطلع كده بيده كده كده ماسك جهاز شخص مختل من النهاية يقول له اي منصا وانا ماشي يقول والله انقطع نفسي قلت له مستحيل بشكل الشخص اللي يسجل اسمه بمبرى المدينة وما يدري ان هذا الشخص مجنون يقول فقال لي اللي جمي قاعد تبغى تأكد رحص الحق البقالة ومرلم حق البقالة قلت له سلام عليكم عليكم السلام هلا والله تتعرف الشخص ذا قل ناظر فيه كده قال اي يا رجال ذا مجنون وشيكم ركبينه وشي مسوي سلالة مو مسوي شي وناخذه ونوديه القسم الشرطة يقول اي من انا ناوي احقق معاه ناوي يقول مستحيلة خليه يروح ابغى اصيد لو طرف خيط يمكن ذا المجنون قاعد صدقي سوقها عليهم انه هو مجنون يقول المهم اخلنا غرفة التحقيق يقول اللي قاتلني وذابحني ومطيح عزيمتي مرة انه مستانس مرة انه مسجون يقول قاعدنا وقاعد العسكري قدامه وانا قاعد اسمع التحقيق قال لها وش اسمك يقول حافظ اسمها بس الاول انا اسمي كذا كم عمرك انا كذا انا كذا يقول فقلت لها انت بيع المخدرات قال ايه انا بياع مخدرات انا اكبر بياع في الحي انا مهرب درجة اول واشتبي اشتبي 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 اجيب لك بس اشتبي قل لي واشتبي اوفر لك اوفر لك قال انت بيع مخدرات قال ايه انا بياع لنا المتأكد قال ايه انا بياع انا بياع انا بيع مخدرات اشتبو مخدرات اجيب لكم انا اجيب لكم مخدرات يشتبون يقول ايمن احنا استغرونك نذاوش وضع يقول بديت ايقنهو صدق مجنون ويقول وصرنا نسأله انت وين وانت مين وانت 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 يقول صاري قط خيط وخيط مرة يقول انا بياع مرة يقول لا انا بس اتعاطى مرة يقول انا بياع مرة يقول لا انا اصلا شخص عايدي يقول مرة مخه اضرع يشبك ويفصل يقول بهذلنا 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 مرة يقول قلنا خلنا نحبسه يومين ثلاثة ايام وبعدنا نطلع يقول صرنا نعطيها أكل ويصير إذا عطنا أكل يسولف أنت بياع أنا بياع وشتبون أنا بياع يقول جنن بناء وعرفنا والله العظيم أنه موهو البيع يا شيخ تأكدنا أنه موهو يقول لدرجة أول ما طلعناه من السجن قاعد يدخن في الهواء كذا يدخن عرفتوا ذكر كنا نسويها أيام الابتدائي لندخن في البرد نفسها بالضبط يقول كذا طالع يدخن وكان يدخن وكان يدخن وان في يده شيء وزيادة على كذا كان ما يبغى يطلع يقول لا خلوني عندكم تكفون خلوني عندكم مسجنوني يقول أيمن أنا بين شك وحقيقة هل هو البيع وقاعد سوي نفسه مجنون هل هو كان يسوقها من زمان يقول ولكن هذا البيع شوي كبير في العمر ما هو نفس اللي يطرح لي أنه شخص صغير اللي كان يبيع يقول فرحت أسأل حقين الحي زيادة وسأسأل هذا وأسأل هذا وأسأل هذا يقول ما تأكدت وخدت العلم الأكيد إلا من أمي يوم سألتها قلت له يما هل في عندنا في الحارة واحد يقول هتيل يلبس أزرق هتيل ذا الله يشفي يا رب تعبان هذا وكذا خلو خلو بس لا لا ما لدخل ذا في شيء ذا خبل من زمان نعرفه يقول هنا أبعت الشبهات بشكل كبير قلت هذا مستحيل أنه مستحيل أن الشخص اللي قاعدين الناس تتكلم عنه يقولون هذا المهرب الشبح اللي ما حد يدري عنه وقلت خلني راقبة شوي واشوفه شوضعه يقول صرتها راقبة ولاحظت أنه صد الرجال هذا صار مختل عقلية ينام في مكان وينسدح في مكان وينام في الشارع وينام في الحدائق وينام برضو حتى كذا في الشارع قدام الرصيف يجيب كرتون وينسدح وينام فعرفت أنه لا لا مسكين هذا والله أنه ظلمناه والله يشفي يا رب وبرضو تعامله كل لطيف يعني ما هو الشخص اللي قاعد يسبب ضجة وقاعد يعني يحوس وحقين الحي يعني يفهمين لو عارفين لو يعطونا أكل ويعطونا أشياء ويتبرعون له صار يمر على الناس البيوت ذولي اللي يتبرعون لو يأخذ منهم ويعطونا يقول فيقنت أن الولد هذا صدق الرب يمخذ عقله ولكن أهل الحي وأهل المدينة يحبونه ويكرمون بأي شي عندهم طلعت التهمة اللي كنت بانيها من رأسي أن هذا صدق بيع يقولوا مرة الأيام ما يقارب ممكن 13-14 يوم جاءنا طلب بمداهمة مكان والمكان هذا فيه ناس يتعاطون فيه منطقة سكنية كذا قديمة يقول وأروح المنطقة هذه ونضبط الأماكن اللي راح ندخل فيها المكان ذا يقول كانت فيه عمارة والعمارة هذه عبارة عن شقك يقول وأنا داخل إلا فيه شخص طالع في وجهي ناظرته وقلت هايخي هذا أنا أعرفه شايفه وين هذا الولد وين شايفه أعرفه والله العظيم إني أعرف الشخص اللي شفته ولكن ما أدير هل هو يتعاطى ولا ما يتعاطى بس والله إذني أعرفه وجهه مألوف يقولوا ندخل إنه الفرقة ونلقي القفض على الناس الموجودين يقولوا أنا رأسي مشغول بالولد اللي ممكن يجي فيه عمري شفته وهو نازل مع الدرج وشافنا وطلعوا كان الوضع طبيعي وكان هو أصلا كان ما فيه شي يقولوا ولكن الولد هذا أنا أعرفه وين ما أدري دارس معي يقول مشت الأيام وأنا في عقلي الولد هذا وين شايفه يا أخي يقولوا أنا قاعد أفكر أفكر ما لقيت أي منفذ عقلي يعلمني وين الولد هذا شفته فخليته يطلع من مخي ومشيته صرت مركز على هذا اللي يتكلمون عنه يقولون عنه المهرب الشبه بعد مرور ما يقارب يومين أو ثلاث أيام كنت قاعد في المكتب حقي وجنبي أخوياي شوي اللي جان الرئيس وقال لنا في مداهمة ثانية لازم نسويها خلال ذا السبوع وجان بلاغ عنهم أنهم كلهم متواجدين أبغى ثلاثة يطلعون ليه ثلاثة من أخوياي ما قصروا وقالوا خلاص إحنا بنطلع لأن كان عددهم ما يقارب ثلاثة أو أربح لازم يطلعون ثلاثة ويجبون معهم ناس مرقة ثانية من برة فطلعوا يقول أنا قاعد في المكتب الحالي وقاعد أخلص بعض الأمور وخلص الأمور اللي جرائيه بشكل يومي يقول بعد مرور ساعة ساعة ونص اللي يدخلون علي أخوياي وماسكين ثلاثة من المكان هذا اللي كانوا رايحين ليلقون فيه القبر يقول فجأة يدخل الولد اللي كنت أقول أنا وين شفته وادقق فيه شوي يا ولد أنت سالم قال لي أنا سالم صار يا جماعة الخير الولد اللي كان مشبه عليه سالم ولد جارهم جارهم اللي يساعدهم يوم مات أبوهم ولكن طلعوا من ذاك المكان لهم يمكن ما يقارب خمس سنوات قال لي يا ولد بيش جابك أنت هنا وش وفعك قال والله أنا مسكت مع هذولي يقول قلت ميدلي عندي هذا أبغاه ليش السالفة قال هذا أبغاه واخذه ودخل الغرفة وسكر عليه الباب وما فيه إلا كلام عليه يا أخي ما تستح على وجهك أبوك رباني أبوك شالني وأنا صغير أبوك رجال طيب ليه تحطه في المواقف النذلة والوسخة هذي ليه قل لي يقولوا يسمعون القسم كله صراخي على الولد هذا اللي اسمه سالم تسمعلي ولم تسمعني كيف تخلي أبوك في الموقف هذا أبوك الكل يتمناه أن يصير أبوك يقول وصلت مشدات الكلام الفترة طويلة يقول فجأة إلا شك شك يفتح الباب إلا هو رئيسنا قلت مرحبا قال لي شه السالفة قال لهذا الولد أبوه رباني يوم كنته صغير ومات أبوي وما قصر معنى كان يحطه يشيل معنى ويودينا وما خلاه يقصر علينا أي شيء قال وش قضيته ويسأل قال له أنت وش قضية شوي اللي يتكلم سالم يقول يقول قضيتي أنا استخدام ولكن أنا والله ما ليدخل واني أنا طحت مع ذولي وبلشت فيهم والله ياخذني يااخي كيف جيد ده المكان تكفون سامحوني تكفون أبوي لا يدري تكفون أمي لا تدري تكفوني طالب ونصيري تمسك في أيمن يقول لها تكفوني طالبك أبوي لا يدري يقول رئيس القسم ناظر أيمن وقال للموضوع عند أيمن أنا ما ليدخل فيك أيمن تبي طلعه طلعه تبي تفكه فكه ولكن وقعه على تعهد بما أنه قاعد يستخدم موضوع إن شاء الله أنه سهل يعني يقول يطلع رئيس القسم ويقفل الباب قلت له هاو اش تبغى أسوي فيك تبغى أوقعك على تعهد الآن قال لا تكفى قال أيمن ميدا اسمع والله حشيمة لأبوك الرجال الكريم اللي شالني وانا صغير أني راح أتحملها هذه المرة الآن ولكن إذا تبيني أحذفها أبغاك تساعدني في شي إذا سويتها أنك راح تبيض وجهي واجه أبوك قدام رئيسي قال لي تم اللي تبيه يصير واش تبيه بس قال وعدنا إن شاء الله بعد الدوام خلك عند بيتكم القديم وبجيك قال لا خلاص تمام ويأخذ رقمه ويسجل عنده يقول أيمن خلص دوامي بعد ما خلصت وكل شي رحت لبيتهم وادق عليه وينزل يركب معي في السيارة قلت اسمع يا سالم أنا أعرف إنك شخص كنت مدانيني قبل ولكن يا سالم أنا أحب أبوك مرة أحبه بشكل أنت ما تتوقع أبوك قفل أشياء كثيرة كانت تشغلني يوم كنته صغير واللي خلاني أدرس ووصل لهذا المنصب أنا ما بغى أقابل أبوك الآن ولكن بقابله بعد ما تبيض وجهه قال وش الموضوع قال فيه شخص يسمونه شبح كذا لقب الشبح قال ليه عرفه قال كيف تعرفه قال لا بس أسمع عنه يعني ما أعرفه معرفة شخصية ولكن قد سمعت عنه وهو اللي يقولون إنه ما حد قدر يمسكه وإنه شخص مرة صعب تمسكه وفيه كلام كثير يقولون ممكن إنه متعامل معنا الناس من الشرطة وعشان كذا ما حد يقدر يلقي القبض عليه وفيه ناس يقولون إنه هو يعني شخص كبير مرة قال أيوة شبعت تعرف قال هذا الكلام وقال برضو يقولون إنه هو أكبر تاجر موجود في هذا المنطقة يا طيب سالم أنت تعرف جو الدشير ذا اللي أنت معهم وش جوهم وكيف نوقف الشبح قال سالم اسمع أبغى سوي شيء والشيء هذا إذا وفرته لي صدقني إن هذا الشخص رح نجيبه سواء كان من كان قال لأيمن وش الخطة اللي تبيها تقول شرح لي خطة والخطة هذه معجبتني قلت له لا لا اسمع أنا أبغى منك شيء أنا الآن بعطيك فلوس وبغاك تشتري بضاعة وتخليها عندك بضاعة لهي بضاعة مخدرات وبغاك تروح لأخويك للشلة ذولي اللي أنت قاعد معهم وتقول إنك أنت توفر مخدرات لأنه توقع لي مسكوا معهم الشباب كان شيء بسيط مرة لما تقول لهم إنك أنت بيه رح يشترون منك معد رح يشترون من الشبح وعلى كذا اسمك رح يكون معروف عنده وراح يحاول يوصل قال له هبت شعرك وهداية الله وش تبينا نسوي يا لا اسمع الخطة كلاتي الآن تكلم أخويك تقول أنا عندي بضاعة وتخليهم يحاولون يشترون منك وهم ينشرون الخبر عند خويهم الشبح يقول رحت واتصلت على أخويك وقلت لهم أنا عندي بضاعة وأتراني أبيع وعندي كميات كبيرة مرة إذا تبغون تشترون علموني قالوا لي شلون ومدري إش قال ليهمكم أنا عندي كميات كبيرة يقولوا فصاروا يشترون مني لمدة سبوع وسبوعين يقول فجأة في يوم من الأيام اتصلوا علي أخويك قالوا نبغى كمية قلت لهم خلاص تمام وعدنا بإذن الله بعد ثلاث ساعات رح أسلمكم الكمية هذه يقول قبل الثلاث ساعات هذه وبوقت وجيز تقول اتصل عليه شخص وقال لي وينك قلت لأنا موجود قال أنا موجود في المكان تعال شوفني يقول سالم وأمشي جنبه بالسيارة ويركب معي قال لي البضاعة كلها موجودة ورا كيف ننزلها قال للشخص هذا اللي ركب معاه قال بتوقف عند السيارة دي القدام ولبق وأنا بنزلها بعدين الشخص الغريب هذا سأل سالم قال أنت من وينك البضاعة دي من وين متى تجيبها قال والله من فترة طويلة قال لها زين شوي سالم سأله قال أنتو ش اسمك يقول قال اسمي فهد يقول ينزل من عندي وأروح لين سيارة حقتها ونزل أغراض وامشي يقول وأتصل على أيمن وأقول للسالفة كاملة قال لي عرفت وجه زين اللي جاك قلت لأيه قال لي خلاص زين شوي وجيك يقول سالم تقابلت أنا وأيمن قلت أنا أوصف لي شكله صار يوصف الأيمن شخص غريب عن الشخص الشبح قلت لأ خلاص أجهل بنزودك بكمية ثانية ولكن لازم أكلم رئيس قسمي يقول فكلمت رئيس قسمي وشرحت للموضوع كامل قال لي خلاص اللي تشوفه سوى وابد الموضوع في يدك يقول فكان رئيس القسم راح مني يدري أن هدفي صدق أقبض عليه ماني قاعد ألف ولهم يقول سالمت اليوم الثاني يطصوا عليه أخوياي قالوا لي وينك قلت له موجود تحال وين اللي بيجيب البضاعة وين البضاعة اللي قلتها تحال أنا قابلت واحد يقولنا جاي عن طريقكم قال شلون جاي عن طريقنا أمس جينا في المكان حقك ما لقيناك وقلنا شكل أيان قبض عليه أصار عليه شيء عشان كذا تصنع عليك اليوم الثاني ومش الأسبوع الأول وأسبوع الثاني لين وفروا كمية كبيرة بين الأسبوعين هذولي يقول أيمن قررت أبحث عن الشخص المجنون اللي في الحارة ما أبغى منه شيء بس كنت أبغى تبرع له وأعطيه ملابسي القديمة وأعطيه فلوس شوي يقول فصرت أبحث عنه أبحث عنه ألا أحصلها عند البقالة يقولوا ما شافني ناديتها يقول اللي ينحاش بسرعة يقول كانت مشيتة غريبة يقول فقعدت أضحك أقول يا أخي تعال بعطيك أغراض يقول وينحاش ما عد قدرت أمسكه يقولوا تركت الموضوع وخليتها لين طحت معاه وجه بوجه كانت بفترة نهارية بعكس الفترة اللي كنت أشوفها آخر الليل وقابلتها قلت له كيف حالك طيب قال هلا قلت له تعال معاي الأغراض عندك بغعتك إياه وراك نحاشتك اليوم شوي قال لي أنا أخاف أنا أخاف أخاف أنك أنت مسكني أخاف أنك أنت وديني السجن مرة ثانية أنا ما بي أنا شخص أهرب بس وعايش المجنون هذا جول مهرب أنه هو صدق مهرب وصار ذي شاف الشرطة ينحاش وعايش جول أكشن هذا يقول في قيمت عطيتها أغراضي وعطيتها ملابس وعطيتها أشياء كثيرة يقولوا راح وخلاني يقول بعد فترة إلا سالم يتصل علي قال لي أي من وينك قلت لأ أنا عند البيت قال لي اسمع فيه شخص يبغى يشتري كل شي عندي وقال أي شيء تجيبه أنا باشتريه شكله يا سالم أوه الشبح قال لي خلاص وعده والمكان آمن لك تكلم أي من رئيس قسمه وقال للموضوع قال لي خلاص المكان آمن سوي لي تبي تقابل سالم مع الشخص هذا وشارع منه كل الأغراض ما بقى منه ولا شيء يقول سالم الشخص اللي جاني هذا يختلف على الشخص اللي قبل بعد كل مواعدة مع شخص أي من يقابل سالم عشان يتأكد هالله أوه أو لا يقول أي من رحت لسالم وقابلته قلت هان سالم بشر كيف شكله علمني وكان سالم يحفظ شكله بالضبط يقول قال لي شخص نحيف قصير أحده بالظهر أسمر شوي قال بس وقف هنا هذا هو الشبح وعلى طول أي من يطلع الجوال طيط 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 السلام عليكم اتصل على الرسامين عشان يرسمون شكله يودي سالم عند الرسامين هذولي أيوا علمنا كيف شكله عينه كذا شكله كذا ويرسمون صور واجد لين طلعوا صورة مقاربة له والصورة هذه خذت ما يقال بثمان تسع ساعات وهم كل شوي يعطونا بعض التفاصيل يعدلون عليها يقول أي من واخذ الصورة وناظر فيها زين وقول هل هذا الشخص اللي قتل أبوي مستحيل يا أخي كيف هذا يقتل أبوي يقول وتزيد النار لجواي اني لازم أمسكه ولكن ما ندري هل هذا اللي في الصورة هو الشبح أو لا ممكن فيه تشابه بسيط ولكن بنسبة تسعين بالمئة هذا الشبح يقول واجيني حلم غريب مرة وانا نايم يقول انا متعلق في الموضوع بشكل كبير يقول جاني حلم ان الشخص المجنون صدق طلع بياه وصار يبيع وصار تاجر يقول واصحى من نومي مفزوع قلت يا أخي وش ده الشخص المجنون اللي صار يلاحقني ويقول يتكرر الحلم علي مرتين ثلاث أربع قلت بما انه قاعد يتكرر علي قال فأكيد ان الشخص المجنون وراه موضوع يقول صرت أراقبة أنا وزميل معي ونسجل كل تحركاته وتواجداته في الساعة الفلانية هذي في الوقت الفلاني هذا وين يروح يقول صرت أراقبة حرفيا ساعة ساعة وراقب تحركاته وحط نقاط على تحركاته والمكان اللي يوقف فيه طبعا الشخص المجنون ما يدري يقول رقبنا اليوم الأول اليوم الثاني عرفنا ان الشخص المجنون يختفي من الساعة 11 الليل ويكون متواجد ساعة 6 الصبح تسجلنا الملاحظة ذي عندنا لأن الملاحظة هذه رح تفيدنا بعدين في اليوم الرابع لاحظنا برضو ان الشخص المجنون موجود آخر الليل يعني نحصله منسد على الرصيف منسد على الأرض ومسوي حركة غريبة وقلنا شكله ما لدخل قلنا خراقبة أكثر ممكن نومه متقلب مرة نهار ومرة ليل وصدق لاحظنا ان صدق الشخص هذا المجنون نومه متقلب مرة نهار ومرة ليل يقول وقفت البحث عنه ورجعت للعمل من جديد وقلت يا الله وش الرابط الغريب اللي قاعد أربط أنا بين الشخص المجنون والحلم اللي جيني كل فترة خلاص يا أخي ذا شخص مجنون شكله تعلق في رأسي وصرت كل بين فترة وفترة أعطي الشخص المجنون هذا تبرعات أحسه محتاج يعني مرة وقلت ميك سالم خلاص انتهت مهمتك يا سالم انت رسمتها لنا وراح نبحث عن شخص بنفس الوجه ذا قلمه متمر الأيام في يوم كان إجازة وأمي راكبة معي على الباب يقول كنت قاعد أفكر وفيه استنتاجات تطلع من راسي ولكن ما كنت أقولها لأحد والاستنتاجات هذه خافة أقولها ويقولون انت شخص مجنون يقول بعض التفكيرات تطلع في راسي عن الشخص المجنون ذا أقول هل من الممكن يا أخي انه هو البيع هل من الممكن انه هو الرجل الشبح يقول ونا راجعين للبيت وأوقف وتنزل أمي وأنزل أنا وراها وشوي قررت أنزل من جديد وأطلع أمشي على رجولي أبغى تشوف الشخص ذا المجنون نازل من سيارة شخص كنت هذا وش ركبه يقول هو نازل ذاك سكر الباب وراح قلت له شكله ما أعطيه تبرعات صدق وشوف في يده كان فيه أكل يتيه شكل هذا ما أعطيه شيء ولا مع الشيء ومنزله يقول ناديتك كنت هاي تعال تعال يقول إلا ينحاش بسرعة بسرعة سريع مرة يقول واصير ألحق وراه أبغى أعرف وين نهايتها يقول فجأة كذا يدخل في حارة مظلمة ويختفي اختفاك كامل يقول يا الله ربي بأحيان يأخذ العقل ويعطيهم طاقات وعلى هذه الحالة لمدة ثلاث شهور يقول دخل ذاك اليوم مكتب إلا أخوي يقول لي قال يا أخي تصدق والله تعبنا مع ذا للشخص الشبح هذا وش الحل معه للشخص الثاني العجنبي يقول أنت قبل قلتوا أنكم راقبتوا تحركات تعطوني أشوف صار الشخص هذا الثالث اللي معهم صار ذكي مرة ويناظر كذا في الوقت ناظري ناظري ناظر قال بس عرفت منه الشخص الشبح قال شلون يا بنسبة ثمانين بالمية إن هذا الشخص اللي فراسي قال لأيمن وشلون كيف منه جاء وهمس في إذن أيمن وقال للموضوع طالع أيمن مسرع وكان ذاك الوقت الساعة ثلاث الليل باقي على شروق الشمس ثلاث ساعتين ونص ثلاث ساعات ويأخذ سلاحة أيمن معاه ويطلع من البيت مسرع 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 تأكد من كلامه أقنعه ذاك بكلام غريب ويسحب سلاحة أيمن إلا الشخص المجنون يمشي قدامه يبعد عشرين متر ويطلق في سيقانه قل له الشخص المجنون يصرخ آه آه يصرخ صرخه قوية العشرين متر ذولي خلني أعلمكم وش كان يسوي الشخص المجنون هذا صالي جماعة الخير المهرب الشبح يستغل الشخص المجنون هذا كيف يستغل يا وسامة الشخص المجنون هذا صدق على نياته ولكن إذا أختفى الشخص المجنون آخر الليل يطلع الشخص الشبح بنفس لبس الشخص المجنون لأنه قريب لمشكله وأيمن هو قاعد يمشي يقول يا رب إنه أهو يا رب إنه أهو ويقرب لما ويقرب لما ويوم يرفع وجهه إلا يطلع الشخص الشبح يقول أيمن وهو منصد على ظهره وقعد على بطنه وأصطره الكف الأول الكف الثاني الكف الثالث واتصل على الفرقة حقتي وأقول لهم حصلت الشخص الشبح صار شخص ذكي مرة تخيل أن هذا يختفيه وهو يطلع آخر الليل يشتغل محل الشخص المجنون ويسوي نفسه أنه يأخذ الصدقات من الناس وقعد يهرب كان يستغل وجود هذا الشخص واختفاءه أنه يسوي العمايل هذه كلها وخذوه الشرطة وودوه الإسعاف وعالجوه وحطوه في السجن وراح القبر أبوه زاره وقال له يا عيبة أبشرك لقيت الشخص ترجمة نانسي قنقر